للمرة الثانية وفي بضعة أيام أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد ويعلنون اعتصاما مفتوحا لتتوقف بذلك جلسات البرلمان حتى إشعار آخر وسط الصراع محموم على السلطة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري احتدام الصراع كشف عن الجرائم وحجم الفساد المستشري في العملية السياسية وامليشيتها فقد اتهم مقتدى الصدر أن من يهدد الأمن ويسفه هيبة الدولة في شمال الاراق والأنبار وغيرها هو الطرف الآخر في إشارة إلى ميليشيات الإطار التنسيقي داعيا إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات على حين دعا الإطار التنسيقي الذي يضم ميليشيات مولية لإيران أتباعه إلى الاحتشاد على أسوار المنطقة الخضراء ضد ما وصفه بالانقلاب المشبوه وخطف الدولة مقتدى الصدر الذي وصف اقتحام أنصاره مجلس النواب بأنه تحرير للمنطقة الخضراء دعا العشائر والقوات الأمنية وميليشيا الحجد إلى دعم أنصاره هذا وأكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري أن الانفجار بين القوى السياسية وصل بروته الآن بما يدور من أحداث واقتحام لمبنى مجلس النواب وما رافقه من سقوط جرح وتهديدات وأن العملية السياسية في العراق تحمل عوامل فنائها منذ ولادتها بقرار من الاحتلال الأمريكي إلا أنها لم تسقط لأن انهيارها يضر بمصالح كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي إيران يا دولة اللي خلت إيتها بيه ومشت عدل اليمن تعبته سوريا العراق طحين سلمت طحين كف وين شرج يا إيران كف وين شرج العراقيون ومع تفاقم أزماتهم ما زالوا عالقين وسط الجمود السياسي بعد عشرة أشهر من الانتخابات وأن أقطاب العملية السياسية التي تتناحر اليوم متورطة بالإخفاق في إدارة البلاد منذ عام 2003 مراقبون حذروا من تطور الصراع إلى مواجهات مسلحة نظرا لامتلاك كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي ميليشيات مدججة بأسلحة ثقيلة وهو ما يهدد أمن العراقي والعراقيين